التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك واستمع اللواء الزبيدي من دولة رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة ونتاج مباحثات مع المسؤولين البريطانيين بخصوص مخاطر التصعيد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب وانعكاستها على أمن واستقرار المنطقة وتدعيتها على امدادات الغذاء والوقود الواردة إلى بلادنا وتأثيرتها على التجارة على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحثا لقاء الأوضاع الإنسانية في عموم المحافظات المحررة والجهود المبذولة من قبل الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات وفي مقدمتها توفير السيول النقدية اللازمة لشراء الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء لضمان استقرار الخدمة بحدها الأدنى خلال الصيف الحالي والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة ملف الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة واشدد اللواء الزبيدي على ضرورة اطلاع الحكومة بمسؤوليتها لوقف التدهور المتسارف في قيمة العملة المحلية من خلال ضبط السياسية السياسات النقدية وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد البديلة وإلزام الوزارات والمؤسسات والهيئة الإرادية التابعة لها بتوريد جميع الإرادات إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي بما يضمن توفر السيولة النقدية اللازمة لاستقرار أسعار الصرف ويساعد الحكومة على الوفاة بالتزاماتها